السلام عليكم ورحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات هاشتاك ساميع معاكم سوفين ساميع خطاب ناري وخطاب قوي وخطاب فيه ما قل ودل بأسلوب ملكي غاية في الدقة وغاية في الروعة ولقص قضية السحراء المغربية في وقتها الراهن في استدي النقاط اللي فيهم رسائل قوية لأعداء الوطن وعلى رأسهم النظام الجزائري الملك محمد السادس اليوم لا يحفظه قصف النظام الجزائري بالأداب وبالصواب وبالمعطيات وبالأدلة وبالملخص المفيد بلا حتى ما يسميهم حتى باسمية ولا يذكرهم هذه النقاط اللي هي جد مهمة هي على الشكل التالي أول نقطة اللي هي مهمة جدا واللي أكد على الملك محمد السادس لا يحفظه هو أن المغرب نجح وتمكن من ترصيخ واقع ملموس قائم على الحقيقة الشرعية سمع وهي مسيرة سلمية وشعبية مكنت من استرجاع الصحراء المغربية وعززت ارتباط سكانها بالوطن الأم ومنذ ذلك الوقت تمكن المغرب من ترصيخ واقع ملموس وحقيقة لا رجعت فيها قائمة على الحقيقة الشرعية كما سمعتوا واقع ملموس قائم على الحقيقة والشرعية بمعنى أن الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه رغم كل مؤامرات هذه ما يقارب خمسين عام على المغرب وهذه الحقيقة الشرعية جات مش غير هكاك ولا جات من فراغ وإنما جات من تمسك أبناء الصحراء بالمغربية وتعلقهم بالمقدسات والوطن في إطار روابط ديال البيعة بين سكان الصحراء وملوك المغرب ويتجلى ذلك من خلال أولا تشبت أبنائنا في الصحراء بمغربيتهم وتعلقهم لمقدسات الوطن في إطار روابط البيعة من قائمة عبر التاريخ بين سكان الصحراء وملوك المغرب بمعنى أنه كل ما كانتش روابط ديالبيعة بين أبناء الصحراء وملوك المغرب ومكانش واحد تمسك ديال أبناء الصحراء بالمغربيت ديالهم كون الواقع اليوم مش هو هاد الواقع اللي كنعيشوه وكون المغرب منجحش نهائيا باش يحقق حقيقة شرعية على أرض الواقع زائد الأمن والاستقرار اللي كتنعم بيه الأقاليم الصحراوية المغربية والنهضة التنوية اللي كتعرفها أقاليمنا الصحراوية هادش كامل كيعطينا حقيقة شرعية تالت حاجة واللي احتها هي غالية في الأهمية واللي شار ليها بدقة الملك محمد السادس في الخطاب دياله اليوم هو الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء والاعتراف الواسع بالحكم الداتي سمع ثانيا النهضة التنموية والأمن والاستقرار الذي تنعم به الصحراء المغربية ثالثا الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء والدعم الواسع لمبادرة الحكم الداتي وهنا الملك محمد السادس كان دكي جدا في الخطاب دياله وركزوا معي بزيان كيفاش بناء الخطاب دياله ودالي واحتراته بيا خطيرة جدا اللي كتمهد للصفعة والصدمة والسماتش لأعداء الوطن أولا نذكر الحقيقة الشرعية وتشبت سكان الصحراء بتمغربية دياله عن طريق البيعة لمولوك المغرب والأمن والاستقرار والنهضة التنموية والاعتراف الدولي بمغربيات الصحراء والحكم الداتي هذه العوامير بربعة عطاتنا في المقابل واحد الناس اللي عايشين في عالم آخر وهذا العالم آخر كما وصفه من ملك محمد السادس الله ينصره هذا العالم منفصل عن الحقيقة ومع ذلك ما زال عايشين على الأوهام ديال الماضي بأطروحات تجاوزها الزمن وبموازات مع هذا الوضع الشرعي والطبيعي هناك مع الأسف عالم آخر منفصل عن الحقيقة ما زال لا يعيش على الأوهام الماضي ويتشبت بأطروحات تجاوزها الزمن تشبت الصحرويين بتمغربي ديالهم الأمن والاستقرار الاعتراف الدولي النهضة التنموية باعف ناس عايشين في عالم آخر وهنا الملك محمد السادس كان بأعداء الوطن والنظام الجزائري اللي بغي يقسم بلادنا على جوج كرد بهم بالأداب والصواب وبالأدلة وبالبراهين ويقول لهم بالعبية التعرابيس أو ديك وكتوك تفهمو هذه سنين رأسوا كان الصحراء ما زال متبتين بالمغربية ديالهم وما زال كيبايعوا مولوك المغرب إلى يومنا هذا وهذه حقيقة شرعية وحقيقة تاريخية زائد الحقيقة الثالثة الأمن والاستقرار اللي كان في الصحراء والحقيقة الرابعة اليوم لعالم كامل كيقول أن الصحراء المغربية اللي انتوما عايشين في عالم آخر اللي منفاصل على الحقيقة وعايشين في وهم كبير ديال الماضي لأكل عليه الطهر والشريب يعني ما زالك تهدروا على حق تقرير الماصير اللي صبح من الأطروحات اللي تجاوزها الزمن بالدليل أن حل تقرير الماصير تخلت عليه الأمم المتحدة برأسها زائد انتوما رافضين تحصيوا حتى المحتجزين في مخيمة تيندوف وشدينهم كرهائن في ظروف يوتلها الملك اليوم اللي ينصروا اللي يعطيه الصحة عطاهم درس غاية فروعة اللي يعطيه الصحة وخلاص فهناك من يطال بالاستفتاء رغم تخلي الأمم المتحدة عنه واستحالة تطبيقه وفي نفس الوقت يرفض السماح بإحصاء المحتجزين بمخيمات تيندوف ويأخذهم كرهائن في ظروف يرثى لها من الدل والإهانة والحرمان من أمسة الحقوق النقطة الخامسة اللي ذكرها الملك محمد السادس اللي احتهي جد مهمة قال أنه ورا كيني شوحدين كيستغلوا قضية الصحراء المغربية باش يكون عندهم منفذ للمحيط الأطلسي وشوفوا قمة الأدب وقمة الصواب والكرم ديال الملك سمعوا أشنو غاديقول لهادوك اللي بغين منفذ المحيط الأطلسي سمعوا مزيان وهناك من يستغلوا قضية الصحراء للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي لهؤلاء يقول نحن لا نرفض ذلك والمغرب كما يعرف الجميع يقترح مبادرة دولية لتسهيل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي في إطار الشراكة والتعاون وتحقيق التقدم المشترك لكل شعوب المنطقة وهنا الملك محمد السادس ضق خيبة على النظام الجزائري ومن يضعه في فلك النظام الجزائري أنكم انتم بغين منفذ المحيط الأطلسي نحن رأينا مبادرة دولية قد قد دخلها سميناها المبادرة الأطلسية الهدف منها تحقيق التقدم والإزدهار المشرك لكل شعوب المنطقة والشعوب الساحل يعني بغين تخدموه وتنفعوه مرحبا أجل نخدموه بجموعين من أجل التقدم والإزدهار للشعوب دينا كاملين وكبير الكرش تفرق عليه بالتعرابية التعرابيت سادس نقطة اللي حتى هي جد مهمة أن الملك محمد السادس قال بالحف أنه كنينش وحدين وهناك يقصد بدون شكل نظام الجزائري أنهم عندهم مشاكل داخلية وبغين يغطيوه على هذه المشاكل باستغلال قادية الصحراء المغربية وبغين ينحرفوا حتى بالجوانب القانونية لخدمة أهداف سياسية ضيقة فأشنو كيقول الملك لهذا الناس هذا سمعوا شنو كيقول لهم وهناك من يستغل قادية صحراء ليغطي على مشاكله الداخلية الكثيرة وهناك كذلك من يريد الانحراف بجوانب القانونية لخدمة أهداف سياسية ضيقة يهؤلاء أيضا نقول إن الشراكات والاتزامات القانونية للمغرب لن تكون أبدا على حساب وحدته الترابية وسيادته الوطنية لقد حان الوقت لتتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها وتوضح الفرق الكبير بين العالم الحقيقي والشرعي الذي يمثله المغرب في صحرائه وبين عالم متجمد بعيد عن الواقع وتطوراته بخلاصة لنكتب هذا الخطاب هذا الله يعطي الصحة لأول مرة نسمع ونشوف ونضوق المعنى الحقيقي ما قل ودل بعمق كبير وبأدلة وبراهين حقيقية وبواقع معاش الناس اللي عايشين في 2024 وعافين أشنواقع في العالم ومتبعين غير شوية من لف الصحراء المغربية غاتين يفهموا أشنوا قال بعمق الملك محمد السادس بكل سهولة والناس اللي عايشين في عالم آخر ومنفصل عن الحقيقة وعايشين في وهم ديال الماضي كما قال الملك محمد السادس فالله يشافيهم من عدنا إلا أعجبكم محتوى ديالنا بختار جيوهم مع أكبر عدد ممكن من الناس وكتروا من اللي لايك باش عن الفائدة والجديد ديالنا دائما نغتلقوا على القناة ديالنا على موقع يوتيوب هذه تحليلات سوفيان ساميع السلام عليكم